وسائل الإعلام الأمريكية سربت قبل قليل أنباء وأخبار عاجلة بخصوص مخرجات قمة مجموعة السبع المنتظرة طبعا مع سلسلة القمم التي تشهدها بروكسل والقارة الأوروبية اليوم مع وصول الرئيس الأمريكي وقالت وسائل الإعلام الأمريكية روبير أوقل عنها هنا أن قادة الدول السبع سيحذرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية في أوكرانيا إذن مرة أخرى جديدة قادة الدول السبع ستحذر بوتين من استخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية في أوكرانيا هذه من ضمن المخرجات المرتقبة لهذه القمة أيضا لو عدنا إلى سؤالك روبير اليوم الرئيس الأمريكي مطالب بأن يظهر وحدة الصف الأمريكي الأوروبي عبر قمة حلف شمال الأطلسي عبر قمة وبعد ذلك مع الاتحاد الأوروبي وبعد ذلك أيضا القمة مع دول مجموعة السبع في مواجهة روسيا وحربها التي دخلت شهرها الأول اليوم في أوكرانيا أيضا هناك علينا أن نتابع ملفات عديدة مدى قدرة هذا التحالف واشنطن حلفائها وشركائها على الاستمرار في تصعيد العقوبات الحديث عن حزمة خامسة أيضا علينا أن نتابع مدى قدرة واشنطن حلفائها وشركائها على توفير المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة لأوكرانيا وكما سبق وأشارت عزة أنظمة الدفاع الجوي يعني علمات استفهام كبيرة جدا عليها مدى قابلية الحلفاء لتوفير هذه الأنظمة المتطورة وتوصيلها بالفعل إلى كييف وأيضا كلمة لافتة منتظرة للرئيس الأوكراني زيلنسكي أثناء أعمال هذه القمة ماذا سيطلب؟ ما الذي سيقوله؟ وكيف سيتم تلقي طلباته من قبل هذه القادة قادة واشنطن وحلف شمال الأطلسي والقادة الأوروبيون؟ وهل سيلقى أصداء إيجابية لطلباته تحديدا في ملف الأسلحة؟ علما أن موضوع منطقة الحضر الجوي رفض تماما من قبل واشنطن وحلفائها وشركائها وبالتالي ساعات قليلة مقبلة ملأة بالأخبار العاجلة روبيل ستكون